تارس بنات المستقبل الثانوية بأخلاق وبعلم نرقى السلام عليكم يعطيكم العافية نبدأ اليوم بدرس العلامة المعيارية العلامة المعيارية الرمز تبعها هزين يعني لما بالامتحان يطلب مني نطلع العلامة المعيارية شو بكون الرمز تبعها هزين ايش يعني علامة معيارية احنا مثلا احد الطلاب جاب بامتحان معين مثلا مثلا نحكي بامتحان الرياضيات جاب مثلا بالرياضيات 80 من 100 تمام نفس الطالب جاب مثلا بامتحان خنحكي بالاجتماعيات اللي هي اسهل من الرياضيات جاب 90% وكان السؤال تبعنا انه مين افضل علامته بالرياضيات ولا علامته بالاجتماعيات مين اللي كان احسن هزا احنا ما بنقدر نحكم هون ليش لما بنسأل مين احسن ومين مش احسن هزا احنا ما بنطلع على هاي العلامة اللي هي الثمانين والتسعين هاي بسموها العلامة الخام اللي بنطلع عليه هون اللي هي العلامة المعيارية ليش هزا احنا ممكن يكون جايب هو تسعين بالاجتماعيات بس يكون الاخير على الصف مثلا رياضيات ممكن يكون جايب ثمانين ويكون ايش الاول على الصف إذن مقياس مين أحسن ومين مش أحسن بتعتمد على إيش؟ بتعتمد على ترتيبنا بالنسبة للصف وبالتوجيهي أنا بيهمني ترتيبي بالنسبة للمملكة تمام؟ ما بيهمني قدش جايب أسه أنا ممكن أكون مثلا جايب معدلي مثلا 95 وما يعجبني ليش؟ لأنه بتكون المعدلات كثير عالية لكن ممكن أنا بأحد السنوات أكون جايب مثلا 90 وتكون تعجبني أكثر من من 95 لأنه أنا بيكون مثلا 90 بس بتكون العلامات في هاي السنة اللي لما جبت 90 ما بتكون العلامات عالية فأنا 90 بتكون ممتازة إذن اللي بحكمنا الآن هون المقياس تبعنا اللي هو شو وضعنا بالنسبة للصف شو وضعنا بالنسبة للمملكة بالتوجيه مثلا اللي بحكم وضعنا بهذا الحالة ليس العلامة الخاملة أنا بجيبها العلامة المعيارية أفرجيه كيف حس أول إيش حكينا إحنا العلامة المعيارية يرمز لها بالرمز إيش زين علامة المعيارية إيش رمزها زين تمام إلها قانون إيش قانونها؟ بحكي لنا زين اللي هي العلامة المعيارية يساوي سين ناقص سين فتحة على عين طيب إيش هي سين؟ سين العلامة الخام يعني العلامة اللي أنا جبتها بالامتحان هاي بسموها سين سين فتحة الوسط الحسابي للصف للمملكة لأي إيش عين الانحراف إيش؟ المعياري يعني لو جينا على المثال الأول في أحد الطلاب قدم امتحان جاب سبعين قديش علامته سين؟ سبعين الوسط الحسابي كان للصف ثمانين سين فتحة الانحراف المعياري كان انحراف معياري للصف كان خمسة هو طالب زين هس زين سين ناقص سين فتحة على عين هيك بطلب مني بالامتحان أطلع العلامة المعيارية إيش هي زين؟ العلامة المعيارية بعدين بطبق على القانون سبعين اللي هي سين ناقص ثمانين على خمسة سالب عشرة على خمسة طيب الجواب قديش؟ سالب اثنين سالب اثنين الإشارة السالبة هاي بتدل على إيش؟ إنه وضع مش كويس ليش؟ لأنه تحت الوسط تمام؟ السالب تحت الوسط الموجب فوق الوسط طب إذا ضلعت صفر صفر بيكون على الوسط بالزبط نشوف الطالب الثاني قديش السين تبعته؟ خمسة وتسعين ناقص السين فتحة ثمانين على عين خمسة خمسة على خمسة شو بطلع الجواب؟ ثلاث له طلع إيش؟ موجب إيش يعني موجب؟ يعني علامته جاي فوق الوسط يعني إحنا أعلى من الوسط يعني وضعه ممتاز يعني هذا الطالب أحسن من هذا الطالب لأنه علامته المعيارية ثلاث هون علامته المعيارية سالب اثنين لو أخذنا مثلا هذا المثال بصفحة سبعين بالدوشية إذا كان المتوسط الحسابي لعلامات طلاب صف ما في الرياضيات سبعين يعني بكتب هون الحل سين فتحة سبعين اللي هو المتوسط الحسابي والانحراف المعياري أربعة عين أربعة جد المطلوب جد العلامة المعيارية يعني إيش بده؟ بده زين زين مطلوبة لمين؟ لعلامة الطلاب محمد يعني بده زين لمحمد بده زين لمحمد الذي ناذى العلامة اثنين وثمانين محمد السين تبعته لمحمد اثنين وثمانين طيب معناته بطبق القانون سين ناقص سين فتحة على عين سين اثنين وثمانين اللي جابها سين فتحة سبعين عين أربعة ثلاث يعني فوق الوسط ثلاث يعني فوق الوسط يعني وضعه كويس الطالب الثاني اللي هو يوسف قدف جايب يوسف يا جماعة؟ ست وستين زين يوسف اللي هو جايب ست وستين السين تبعته سين ناقص سين فتحة على عين ست وستين اللي هي سين ناقص سين فتحة اللي هي سبعين على عين أربعة السبعين السين فتحة والعين للصف كامل الاثنين وثمانين خاصة بمحمد ست وستين خاصة بيوسف ست وستين ناقص سبعين سالب أربعة على أربعة طيب جواب سالب واحد بما أنه طلع سالب هذا تحت الوسط مش شاطر تحت الوسط جايب تمام هل دينا نشوف مثال آخر صفحة واحد وسبعين بالدوسية إذا كان المتوسط الحسابي لعلامات صف في مادة الرياضيات سبستين يعني سين فتحة ستين يا جماعة والانحراف المعياري عشرة عين عشرة إيش بده جد العلامي سين يعني بده سين السؤال طالب سين مش طالب زين هون التي قيمتها المعيارية واحد ونص يعني هو معطينا زين واحد ونص هون العكس صارت معطينا سين فتحة وعين وزين تمام لاحظوا أنه سين وزين خاصات بطالب معين سين فتحة وعين نصف كله تمام طالب سين هون بدنا نستنتج شوية قوانين إيش القوانين اللي بدنا نشتغل عليها حسنا حكينا قبل شوي أنه زين هي سين ناقص سين فتحة على عين طب إذا عملنا ضرب تبادلي ونجلنا السين فتحة لبرة تطلع لي سين شو هي سين عين بزين عز يعني تمام لما أنجلها إلى هناك زائد سين فتحة طب إذا بدوا سين فتحة انجلوا عز للجهة الثانية سين ناقص عين بزين سين ناقص عز طب إذا بدوا عين إذا بدوا عين بس بنبدل بينها وبين زين يعني سين ناقص سين فتحة على زين مع أنه عين في إلها قانون ثاني كمان رح نتعلمه ورح نستفيد منه اللي هو إذا أعطاني قيمتين لسين وقيمتين لزين بتستخدموا هذا القانون سين ناقص سين واحد فرق السينات على زين ثلين ناقص زين واحد فرق قيم زين يعني فرق قيم سين على فرق قيم زين هذا في حالة أعطاني علامتين مش علامة واحدة تمام يعني لطالبين لشخصين مختلفين هاي القوانين ونحن نشتغل عليها إحنا سؤالنا طالبين سين طبعا كل القوانين جاي من هون سين هي عز زائد سين فتحة عين زين زائد سين فتحة يعني الآن أنا هون طالب سين هاي قانون سين عز زائد سين فتحة طب قديش عيني جماعة عشرة زين واحد ونص سين فتحة ستين الصفر بتروح مع الفاصلة خمستاش زائد ستين طلعت جواب خمس وسبين يعني هون طلعنا قيمة سين هذا الطالب جاي بخمس وسبين القيمة المعيارية ايش طالب هون القيمة المعيارية بدو زين القيمة لحالها سين القيمة المعيارية زين بدو زين للعلامة خمس وخمسين هسا خمس وخمسين هون علامة يعني سين خمس وخمسين زين سين ناقص سين فتحة على عين سين خمس وخمسين سين فتحة ستين عين عشرة سالب خمسة على عشرة او ممكن نكتبها سالب خمسة بالعشرة هذا تحت الوسط الحسابي ثلاث العلامة التي تنحرف العلامة طالب العلامة حكا علامة معيارية والعلامة وسكت علامة وسكت يعني بدو سين سين عز زائد سين فتحة تمام تنحرف فوق الوسط انحرافين معياريين ايش يعني تنحرف فوق الوسط فوق الوسط يعني موجب انحرافين اثنين يعني زين تساوي اثنين كلمة فوق الوسط يعني زين موجبة تمام اثنين بنعوض عين عشرة زين اثنين سين فتحة ستين عشرين زائد ستين ثمانين هذا الطالب جايب الرابع العلامة العلامة وسكت سين تحت الوسط سالبة انحراف معياري واحد يعني سالب واحد زين زين يا جماعة سالب واحد هو بدو سين عين بزين عز زائد سين فتحة تمام طبعا ما بقدر ما احفظ هذا القانون وارجع للقانون الأصلي اعوض فيه واعمل ضرب ايش تابعتني بسي تمام بسيك اسرع عين عشرة زين سالب واحد سين فتحة ستين سالب عشرة زائد ستين يا جماعة خمسين لاحظة ثمانين خمسين ثمانين اكثر من الوسط ستين صح؟ وسط ستين ثمانين اكثر والخمسين اقل من ايش؟ من ستين هذا السؤال جديد سؤال آخر صفحة واحد سبعين بدو سية اذا كان المتوسط الحسابي لعلامات طلاب في اللغة الانجليزية ستين يا جماعة يعني سين فتحة ستين والانحراف المعياري عشرة عين عشرة هذا للصف كامل او للمجموعة كاملة جد العلامة حكى علامة وسكت يعني بدو سين الزلم سين عز زائد سين فتحة التي لا تنحرف عن الوسط لا تنحرف يا جماعة يعني زين صفر ما هو ما انحرفت عن الوسط يعني ضلت عند الوسط اذا سين رح تكون عين عشرة بصفر زائد ستين اكيد رح يطلع الجواب ستين ليش؟ مدامه ما انحرف عن الوسط يعني رح يكون علامته نفس علامة الوسط اللي هي ستين مثال جديد اذا كانت المشاهدة ثمانية المشاهدة ما حكى معيارية يعني سين ثمانية تقابل العلامة المعيارية اثنين يعني سين ثمانية عين اثنين او آسف علامة معيارية يعني زين حكينا وكان الانحراف المعياري اثنين عين اثنين كمان جد المتوسط الحسابي طالب سين فتحة سين فتحة هي قانون سين ناقص عز او زي ما حكينا بنعوض بالقانون الاصلي وبنضرب ضرب تبادر يما تبرها معادلة سين ثمانية عين اثنين بثنين يعني ثمانية ناقص اربعة شوف طلعت جواب المتوسط الحسابي قيمته صفحة واحد سبعين ايضا مثال جديد في توزيع ما اذا كانت العلام الخام ستين علام خام يعني سين تقابل العلام المعياري ثلاث يعني زين ثلاث وكان المتوسط الحسابي اربعة وخمسين يعني سين فتحة اربعة وخمسين جدل الانحراف المعياري طالب عين عين سين اربعة وثمانين اثنين وسبعين اهون معطينا قيمتين لسين يعني نسميهم سين واحد سين اثنين تقابلان العلامتين المعياريتين واحد سالب اثنين معطينا زين واحد زين اثنين على الترتيب جد العلامة المعيارية للمشاهدة تسعين المشاهدة تسعين يعني سين تسعين هون السؤال ايش طالب ديروا بالكم انه غض السؤال طالب علامة معيارية يعني طالب زين طب زين شو قانونها سين ناقص سين فتحة على عين لاحظوا بهذا السؤال مش معطينا لا عين ولا سين فتحة معناته لازم نوجدهم نبدأ دايما بعين حكينا قبل شوي اذا اعطانا قيمتين لسين وقيمتين لزين عين قانونها فرق السينات على فرق ايش قيم زين يعني هون انا بدأ اطلع عين انا عندي قيمتين لسين بترحم سين اثنين ناقص سين واحد على زين اثنين ناقص زين واحد هذا القانون بستخدمه اذا اعطاني قيمتين لسين وقيمتين لزين اثنين وسبعين ناقص اربعة وثمانين على سالب اثنين ناقص واحد لو عكسنا عادي يعني لو حكينا سين واحد ناقص سين اثنين عزين واحد ناقص زين اثنين ما فيش مشكلة سالب اثنين اثنين ناقص على سالب ثلاث تطلع قيمة عين قديش يا جماعة اربعة هسا سين فتحة سين فتحة حكينا قبله شوي شو قانونها هيا سين ناقص عز هيا هون تمام سين فتحة سين ناقص عز سين اللي هي طبعا اي سين اخذ من هذول ما بتفرق على فكرة اي وحدة لكن بناخذ السين مع الزين لقبالها يعني اذا اخدت اربعة وثمانين بناخذ واحد واذا اخذنا الثين وسبعين بناخذ سالب اثنين ناخذ الاربعة وثمانين اربعة وثمانين ناقص عين طلعناها اربعة زين قديش واحد طلع الجواب ثمانين طب لو اخذنا اثنين وسبعين تمام ناقص أربعة بمين؟ بسالة بثين برضو ثمانين لا أخذ نفس التواب ما بتفرق بس نأخذ زين مع سين يعني هيك نمشي يعني زين هاي مع سين هاي زين هاي مع سين هاي طلعنا هسا عين طلعنا سين فتحة لا نروح على سؤالنا زين سين تسعين سين فتحة طلعناها ثمانين عين أربعة إذن عشرة على أربعة خمسة أثنين اثنين ونص موجب طبعا ممكن يجيك السؤال بالانتحان يطلب عين بس منوقف لهن خلص تمام إذا أنت منستخدم هذا القرون تبع عين إذا أعطاني قيمتين لسين وقيمتين لزين مقابلات ألهم صفحة ثنين وسبعين في عندنا هون مثال إذا كانت العلامتان ثلاثين واثنعش هاي علامات خام يا جماعة سين واحد سين اثنين تقابلان العلامتين المعياريتين ثلاث سالب ثلاث هاي زين واحد زين اثنين على الترتيب جد المتوسط الحسابي والانحراف المعياري إحنا أصلا لازم نبلش من انحراف المعياري دائما حكينا قانون سين اثنين ناقص سين واحد على زين اثنين ناقص زين واحد بس تخدموا إذا أعطاني سين اثنين وثين واحد ديروا بالكوا الانحراف المعياري له قانونين قانون لما يعطيني سينتين وقيمتين لزين وقيمتين لسين وقانون لما يعطيني سين وسين فتحة وزين فرق السينات 12 ناقص 32 طب بصير أحكي يا أستاذ 32 ناقص 12 عادي بس في المقابل تحت لازم تعكس كمان 3 ناقص سالب 3 20 على قديش على 6 لأن 32 ناقص 12 23 ناقص سالب 3 خلينا نختصرها هاي أبسط صورة بتطلع معانا تساوي على 2 فيها 10 على 2 فيها 3 هيك طلعنا الانحراف المعياري هسا سين فتحة حكينا قانونها سين ناقص عز سين طب أي سين فيهم ما بتفرق خذ البندك إياها خذ لـ 12 عين 10 عا 3 3 زين سالب 3 ولو أخذت 32 مع 3 بزبط 3 مع 3 سالب وسالب موجب 10 22 هاي طلعنا سين فتح وطلعنا عين تمام جد سؤال مثال جديد جد قيمة المتوسط الحسابي لعلامات طلبة في مادة اللغة الإنجليزية علما أن الانحراف المعياري أربعة يعني عين أربعة وعلامة هديل هاي سين لهديل هاي علامة خاصة بهديل 85 جاي بهديل تنحرف فوق المتوسط بمقدار أربعة وربع يعني زين تساوي أربعة أربع إذن انحراف معياري عين علامة سين فوق الوسط هاي زين أربعة وربع شو بده السؤال؟ بده المتوسط الحسابي بده سين فتحة سين فتحة شو قانون هاي جماعة؟ سين ناقص عز تمام سين 85 عين أربعة هاي ممكن نحولها على فكرة أربعة بأربعة ستائش زائد واحد هاي عبارة عن 17 أربعة تفتحوا له هاي علامة كسري بنضرب هاي بهاي بنزيد هاي أربعة بأربعة زائد واحد 17 أربعة أربعة مع أربعة بصفة 85 ناقص 17 إذن الإجابة 68 تمام نشوف مثال جديد زي ما حكينا بأول الحصة تبعتنا إحنا بنستخدم العلامة المعيارية للمقارنة إننا نعرف مين أحسن ومين مش أحسن بنستخدم العلامة المعيارية خلينا نشوف كيف هذا الصؤال اعتماداً عن الجدول الآتي أجب عن الأسئلة التي تلي في أي المبحثين كان تحصيل صفاء أفضل هذا جدول موجود عندنا خلينا نكمل الجدول بس موجودة بصفحة رقم 73 الدوسية هاي الدوسية تبعتنا هون عندنا في الجغرافيا في الجغرافيا في عندنا صفاء وفي عندنا مريم في الجغرافيا المتوسط الحسابي 60 انحراف معياري 4 صفاء جابت 68 ومريم جابت 72 في التاريخ 78 متوسط حسابي 5 انحراف معياري 73 علامة صفاء 83 علامة مريم أجل مطلوب مني أعمل بحكي لي في أي المبحثين كان تحصيل صفاء أفضل هايها صفاء هاي صفاء في الجغرافيا صفاء جايبة 68 في التاريخ قديت جايبة 73 هسا بتحكولي هاي أحسن حكينا من الشرق العلامة الخام ما بتقارن لازم نطلع علامة معيارية يعني لازم نطلع زي بدنا نطلع العلامة المعيارية لعلامة الجغرافيا والعلامة المعيارية لعلامتها في التاريخ ونشوف مين الأحسن يالله خلينا نشوف أول إشي قانون زيان هي سين ناقص سين فتحة على عين زي ما بنعرف سين تبعث الجغرافيا 68 هي جايبة سين فتحة 60 عين 4 8 على 4 2 موجب كويس التاريخ نفس القانون 73 جايبة لكن راح أطرح منها 78 على 5 سالب 5 على 5 يا جماعة إذا اشطلع سالب 1 الجغرافيا طلت أفضل طب ما هاي أكبر ماشي بس طلع هاي تحت الوسط بالنسبة للصف واضح مش كويس هاي فوق الوسط تمام طالب مني نفس الإشي لمريم مريم زين في الجغرافيا زين في التاريخ زين بالجغرافيا سين ناقصين فتحة على عين وسين ناقصين فتحة على عين سين يديه جايبة مريم في الجغرافيا 72 تاريخ جايبة 83 عين 5 أو هون أفهم هون 5 هون 4 سين فتحة هون 60 وهون 78 8 شوف كذلك رح يطلع الجواب ناعش على أربعة ثلاث خمسة خمسة واحد هو السؤال ايش بيحكي في أي المبحثين كان تحصيل مريم أضعف أضعف بالتاريخ أضعف مريم لأنه واحد أقل من مين من ثلاث إذن هاي العلامة المعيارية لاحظوا مشان أقرب مين أحسن مين مش أحسن ما بعتمد على سين بعتمد على زين هو بكم معطيني سين بطلع زين تمام في عندكم بصفحة 84 أو 74 أو 73 هاي صفحة 73 هون في هاي الأسئلة تمرين بتحلوهم ببعث لكم إجاباتهم إن شاء الله على القروب يعطيكو ألف ألف عافية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر